اعراب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب عن خالص التهاني الى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى رئيس المجلس الأعلى للبيئة بمناسبة اعتلاء فريق بحرين واحد للسيارات منصة التتويج والحصول على المركز الأول في بطولة العالم التي أقيمت في مدينة لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأمريكية ضمن فئة البرومود وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن حصول الفريق على اللقب للموسم الثاني على التوالي تعزز من مكانة فريق بحرين واحد في السباقات العالمية للسيارات وتؤكد ريادة الفريق في بطولات العالم وهو التتويج للدعم اللامحدود والجهود البارزة التي يبذلها سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة وحرص سموه على دعم الفريق وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالمكانة المتميزة التي يمتلكها فريق بحرين واحد السيارات على مستوى العالم حتى بات الرقم الصعب في بطولات السيارات حيث يمتلك الفريق تاريخا مرصعا بالإنجازات التي سجلها الفريق باسم مملكة البحرين في مختلف البطولات العالمية حتى توج بلقب بطولة العالم لفئة البرومود للعام الثاني على التوالي مشيرا سموه إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات المتميزة لرياضة السيارات بشكل عام وفريق بحرين واحد بشكل خاص كما أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بجهود متسابق الفريق ستيف جاكسون الذي بذل جهودا بارزة في السباق متمنيا سموه للفريق دوام التوفيق والنجاح اشتركوا في القناة